كابتننا الكبير كابتن محمد عبدالجليل ريف عزيز دائم في هذا البرنامج هيا كابتن محمد دائما بتشرف ودائما بتعوش بنا خليكة كريم بنا خليكة حبيبي كله حلو والله حلو مبسوط مش مش مبسوط بقنا كتير كده كل شوية سألك السؤال ده تقول لي مبسوط تقول لي مش مبسوط احنا جدتنا نحاسد يعني تلقى أول إلايك في المدفكات معنا النهار ده هتوحفنا بس لسه أكلمك عليها الراجل ده جامد قوي برا جامد جدا الأول هسيبك تورايك بس لازم اشكر حد مهم احمد عبدالعيل هو اللي جاب المداخلة فأحمد عبدالعيل ياخد حقه لا ياخد حق أحمد عبدالعيل صديقنا في البرنامج جاندة في الاعداد عمل المداخلة دي وعش تكونوا حضراتكم عارفين المداخلة دي مهمة جدا والراجل اللي دخل النهار ده اندريا باتي ده ما بيخشش في أي مكان في العالم بسهولة فالمداخلة أمش بقول مهمة عشان هي طالع معنا في البرنامج عشان احنا جبناها عشان نشوف برا بيعملو نشوف في إيطاليا بيعملو ايه تعبنا واكتهدنا فيها أحمد عبدالعيل تحديدا اكتهد جدا في هذه المداخلة عشان نجيب لحضراتكم رأي موجود في إيطاليا شخصية مهمة زي اندريا باتي رئيس لجنة المسابعات في الدوري أنا شفتها وبعدين الراجل انت كل ما تسأل تقول له حاجة يعني الراجل مش مستوعب ان ده بيحصل لمصر يعني مصر اللي كذبتهم في كاس الكارات مصر اللي عندها محمد صلاح مصر اللي كانت معاها زي ما هو قال كوبر اللي هو ما كانش عجبنا الظهر احنا أنا بقولك وانا بسأله هو مزهول أنا متضايق يعني متضايق ان هو يحس ان الراجل اللي بيتكلم معاه هو انت بتقول اي يا عم هقولك انت يعني انت عشان علينا بس انا كان لازم اسأله عشان اواجه نفسنا بالحقيقة وبعدين الكلمة اللي قالها هو نازم بتقولش الكلام كده ان هو انا مستعد ان يبقى فيه تعاون الراجل ده بيقولش حاجة كده نبعت له نقول له تعال خوش مرة فيديو كونفرنس كده نقول نتكلم انتو بتعملوا ايه يسير حد السفريات اللي بيطلعوها رحلات دي ما يطلعوا ايطاليا بقى يطلعوا شغل يطلعوا يقعدوا مع الناس دي لا مش عايزين نكلف نجيب هنا لا ولا نجيب هنا فيديو كونفرنس الوقت نفتح احنا الاتنين زي مكلمة فيديو كده زي النهار هلك بتعمل ايه في الدول الايطالي بتشتغلوا ازاي حقوق البس بتحصل ازاي الموضوع بتاع المسابة بتحصل ازاي لو اندية جات قايت لكم عايزة ان اجل بتعملوا فيها ايه هل في اصلا اندية ما شوفت انا بقوله في اندية قال لي يعني همش يعني ايه اصلا تطلب تأجيل اه يعني ايه اندية تطلب تأجيل في جدوى المخطوط وبتقول اندية بتلعب فيه طب ضغط المباريات ولا حاجة طب نادي بيمثل ايطاليا اه في الدولة بطال اوروبا انا متأجلوش ازاي اه لا 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 انا بتجنيني الجملة دي لأ ديقول لك استحنى بنمثل يا سيدي يعني حلو مثل مصر ولعب حسب الجدول اه وهنفتخر بيك وفرحلين بيك وفاخنين بيك وبرضو الاهل او زمالك هاخدوا الدوري يعني مهما تلعب متلعبش هتاخدوا الدوري فيعني مش يعني عادي فمتأجلش صح اه طيب انا سمعتك كمان بتقول ان فيه رئيس لجنة حكامها هيجي ممكن من بره يجيبو حد اجنبي. ايه رأيك? طبعا تحفة. طبعا تحفة وكفاية بقى على صام وعلى غندور وعلى سيد وعلى علي كفاية يعودوا يشتروا فينا. وبعد دي اللي هيجي من بره ده اللي عارف ابيض والاحمر. بس اقول لحلاك حاجة يا كابتن عبدالجيد بصراحة. يعني كل اسمها اللي حالك قلتها دي هي اسمها محترمة ولها كل اللي احترمة تاك. يا سيدي انا ما بتكلمش على الاحترمة والله يا ايه هي دي. اتا محترم وانا محترم. شغلك فين? شغلك فين? مش كل شوية هالدي دي انا هستئيل. شغلك فين? ينفعش تسيبي اتحاد الكرة وتطلع تحلل بره عشان. ما انت بتاع هتاخد قبض يعني انا ما شايف ان اللي جان دي بتقبض من هنا. ما فيش حاجة اسمها تطوع في اللي جان والكلام ده. فانت بتقبض من هنا. تطلع بره وتطلع ومش فرقة معك الفرقة. وبعدين لو انا على خلاف مع كريم مش هخليك تحكي مع كريم. ما فيش الكلام ده. ما فيش. انا ممكن محباكش كريم. بس بتحكم كويس. فهديك تشتغل. لا هو في نقطة. حب وكره دي عندنا. اه في نقطة كابتا محمد ومش عارف حلقة تتفي معي فيها ايه? ولا لا. انه الاسماء اللي حلقة قلتها دي وغيرها. هم كانوا نجوم في شغلاتهم في التحكيم. ما فيش خلاف. يعني اسماء كبيرة وحكم في جهاز العالم. تمام. بس شطرتك في شغلاتك. انت ممكن تبقى لعيب كرة شاطر جدا. ومش كويس في التدريب. مسلا. ومش كويس في التحليل. فانت مش عينك وحشة. ولجنة الحكام دي ادارة دلوقتي. انت مش نازل التحكم بنفسك. فانت ممكن ما تكونش عارف تدير لجنة الحكام. ده مش عيب. طول ما بتخش حاجات شخصية في شغلك. اعرف ان انت مش هتبقى قائز في الشغل. ام. ابعد الحاجات الشخصية عن شغلك. انا زي ما بفهمك. في حكام كتير اتقزت من لجان التحكيم. عشان ده متقيل. عشان ما بيجيبش هدايا. عشان وفي حكام بتغلط. وعلى قلبها زي العسل عشان بيعد يفتح باب العربية ويلبس البدلة. انا بكلمك على حقائك. كل الناس محترم. بس انا بكلمك كشغل. كاحتراف. لا. اقول لك حاجة. ادي كل واحد حقه. اقول لك حاجة. خليك فاكرها. احنا نتابق دايما ونفتكر مع بعض. لما هيبقى في رئيس لجنة حكام اجنبي او خبير تحكيم او مستشار. مش هنفتح بققنا. احنا مش هنفتح بققنا. اه. دي هنتناقش فيها برضو. بس هقول لك اللي جاية دي. يعني هيدله حدث من تحت لتحت كده زي بعض. انه هيجي حكام. هتليهم ترعين في البرامج بيعترضوا جدا على رئيس لجنة حكام الاجنبي. مزقوين. مش بس مزقوين. انهما. اه. اه. اللي كانوا بياخدوها في الحياة. اه. ما هو انا بقول لك. هو ايه بقى يحاسب بشكل واضع. كله احب بشغله. كله احب بشغله. وعتيجي تدي له هداية يقولك لا. ما باخدش هداية. يعني بغض النازل لما نخش في الحتة دي الله اعلم بيها يعني. اه. بس انا اقصد انه. احنا بعادتنا نفوت لبعض. يعني اللي هو ايه. حد غلط. طب عشان خطري بقى سامح نسامح. اه. لو. فالدراجل ده مش هيبعرف قد. لا.